بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنة التي جمعت الترمينال علم تجربية تقنية رياضي ورياضي وحتى شعبة تسير لاحظوا واحدة الحاجة دايما راكم تعانوننا منها لما تدرسوا دالة في واحدة العبارات أسية ولغارة مية ما تعرفوش تعينوا الإشارات التوحى فالولي الذي ديروا نجام وأبوني فلاشان بيوصلكم جديدنا إذن وشن هي الحاجة كيفية دراسة إشارات عبارة أسية ولغارة مية هذه وين تحتاجوا هذه؟ لاحظوا معي مليح يعني كي تجد درسوا الدالة وين تصدفوها نحتاج إلى تعيين الإشارة في هذه الحالات التالية عندنا إما إشارة مشتقة الدالة بنعته اتجاه التغير أو عندنا ثانيا في دراسة وضعية منحنة ومستقيم مقارب إما الأفقي أو المائل ثالثا عندنا دراسة وضعية منحنة ومماس أو منحنة مع ماذا؟ منحنة مقارب منحنة آخر معنا أو رابعا في نقطة إنعطاف نحتاج إلى إشارة المشتقة الثانية الآن مثلا لاحظوا معي مليح يعني باتتعلموا لأن هذا مشكل كبير لاحظتم على الطالبة ويعاني منه حتى أذكى التلاميذ ويعاني من هذا المشكل مثلا تحلك المشتقة التاعك هذه هي العبارة التوحة تحلك المشتقة الأولى ولا المشتقة الأولى ولا المشتقة الثانية باشتبرها نقطة إنعطاف ولا حاجة أحد أخرى ولا تحلك وضعية منحنة مع مستقيم أو مماس يعني نتدرس إشارة F لإكس ناقص إجراج أكيد هنا يعلاما على دي أف على مجموعة التعريف هذه مثلا لما تكون عنا عبارة سية وعندنا كذلك لما نتدرس كذلك وحدة من هذا الليكم تشوفوا الرابعة واتطيحنا مثلا المشتقة التعنى F F فيها عبارة لغة إثنية نشوفوا لا دي باش نحلوا ذي المشكل بطريقة بسيطة جدا إذن هذه هم الحالات اللي نقدرون نحتاج فيهم إشارات عبارة الأسية واللغة الاتمية عندنا مثلا الحالة اللولة مثلا المشتقة التعي طاحت لهكذا إذن هاي إشارة مشتقة مثلا المشتقة التعي طاحت F فتحة لإكس كم تساوي؟ تساوي أن أسية إكس زائد واحد هنا يا أولادي معروفة أن الأسية حاجة مجباحة تولوا وكانت هنا عندكم النقص هذا الشيء دايما موجب إلا إذا ضرب هنا في نقص إذن هذا مجب وهذا مجب وش أعطي لي؟ هذا المجب وهذا مجب أصبح لي F فتحة لإكس قيمة مجبا تماما فنقول هنا ومنه الدالة متزيدة تماما على المجالات التعريف تاح مثلا هذه الحالة اللولة الحالة اللولة طاحتنا الأسية مجبا والواحد مجب إذن هذا العبارة مجبا يعني المشتقة مجبا معناها الدالة كديرا متزيدة تماما مثلا نجل الحالة الثانية اللي هي F فتحة لإكس تسوينا ناقص أسية إكس زايد واحد لو جاتنا مثلا قال أستاذ وحد أخر يقول لو جاتنا F فتحة لإكس تسوينا ناقص أسية إكس ناقص واحد الأسية أولادي هي شيء مجب وضربناها في الناقص صبحت هذه ناقص ونزيدوا لها ناقص يعني هذا القيمة كامل سلبة هذه أولادي سلبة وهذه سلبة تولي هذه المشتقة سلبة معناها الدالة متناقصة هذه إذا تابعت فهموها مليح أما المثال تعنا هذا اللي ركم تشوفوا فيه هذا لو نشوف ليه مليح لو نجي نحل أولا نقبل الإشارة بتاع العبارة ذي كيفاش نشوفوه أذنها تعدم عند صفر والدليع ذلك لو ناقص أسية إكس زايد واحد نديرها تساوي صفر نرجع هذا من صبحت ناقص أسية إكس يساوينا ناقص واحد الناقص يروح منه ناقص يروح منه صبحتنا هكذا ما هي العدد الذي الأسية تاعه هي الواحد أكيد هو أسية صفر معناها إكس يعني يساوي يساوي صفر معناها هذا المشتقة التاعي تنعدم عند صفر كيفاش نعين العبارة بتاعها شوفوا معي مليح هذه العبارة بما أنها تنعدم نقدر نصنع لها جذول بكل رياحية ناقص أسية إكس زايد واحد عندما تنعدمنا أولادي لاحظوا عندما تنعدم قلنا تنعدمنا عن صفر ودعي على ذلك أسية صفر هي واحد والناقص ناقص واحد زايد واحد هي ناقص واحد زايد واحد هي صفر لن تنعدمنا عن صفر إذا كانت عندي عبارة أسية تنعدم يعني هاي تنعدم هنا عن صفر كيفاش نعين الإشارة التحابي كل بساطة بحيث كنت تنعدمه هاي تنعدم نضرب لدي هذا في هذا هذا نتعليج هنا في اللي جينا هذا زيد وهذا نقص شا تعطينا زيد في النقص تعطينا نقص نعتبرها هذه بأنها عندها حل واحد كأنها عبارة من الدرجة الأولى نقول من هنا نفس ومن هنا عكس دائماً عبارة من الدرجة الأولى نعرف بلي من هنا نفس ومن هنا عكس هذا في ذا وش يعطينا يعطينا نقص إذن هنا نقول نفس وهنا عكس صباح للمشتقة التعيهية F فتحة لX هكذا الإشارة التعيه زيد نقص أي الدلة تعي تصبح منها ما الزيدة ومنها ما تناقصة تماما هذه كالتحنة المشتقة التعي مثلا هذا الحالة لو تجي لي الحالة هذه المشتقة الثانية يعني إما نحتاجها في دراسة الدلة الفتحة أو نحتاجها في نقطة العطاف لما يقول لي بين أن السياف يقبل نقطة العطاف هنا مع لا إلا المشتقة الثانية تنعدم وتغير الإشارة نجي لهذه نبحث عليها أولا 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 دي وين تنعدم لو نديروا هكذا ناقص أسية ناقص إكس زايد ثلاثة يساوي صفر ننقل هذه مننا ناقص أسية ناقص إكس يساوينا ناقص ثلاثة الناقص يروح مننا والناقص يروح مننا ندخل مننا اللغاريتم ومننا مننا اللغاريتم مننا ندخل لغاريتم ومننا ندخل لغاريتم هذا أولا دي عنده الحق ينزل تعرفوه باللي هذا عنده الحق ينزل نصبح لناقص إكس في آلان الأسية يساوينا آلان ثلاثة مدرت ويرد دخلت الألان في كل طرف باش تروح الأسية ألان الأسية معروف أنه هذه ألان معروفة أنها تسوي نواحد يعني هذه تروح نقص من نعلا نظرف أنا مننا في ناقص ومننا في ناقص بحلي مننا ناقص ومننا واش ومننا زايد يعني العبارة التاعي هذه بكل بساطة هذا العبارة تنعدمنا عن ناقص لغارية مثل هذا كيفاش نروح ندير هاهو الجدول التاعي شوفوا ما يملح أفتحتين حفوا أفتحتين لإكس تنعدمنا عند ناقص لغارية مثل هاهي لي مننا ناقص مالانية هنا دايما إكس ومننا زايد مالانية كيفاش نعينه عبارة عبارة أسية تنعدم عبارة وأسية بصح تنعدم كيف قدر نذرك نضربه ذا في ذا ونحطه في جهة نفس نفس اللي هو جهة لي منه هذا في ذا يعطينا زايد ومنه ناقص هاي لكم الإشارة كفا الصباحة نقول مثلا ومن بما أن المشتقة الثانية إن عدمت وغيرت الإشارة فإن منحن الدالة أف يقبل نقطة انعطاف عند النقطة ذات فاصلة ناقص لغارية مثل ثلاثة وآف لناقص لغارية مثل ثلاثة يعني دايما تعودوا في الدالة في العبارة الدالة أف هاي كيفاش عينا واحد أخر يقول يا أستاذ لك نجاتنا هاكذا كيفاش نعينا الإشارة هنا كيف كيف ولادي كون جاتنا هاكذا عفوا كون جاتنا قلت هاكذا هنا نضربه ذا في ذا هذا في ذا وشي يعطيلي يعطيلي ناقص صباح العبارة التاعي هنا ناقص وهنا زايد كما قلت لكم واحد أخر يقول يا أستاذ لك أن جاتنا هاكذا هذي بين هذا سلب وهذا سلب صباح القيمة التاعي كامل سلبة هذا القيمة كيمة راهي سلبة معناها الجينة هاكذا شوفوا أولادي فتحتين لإكس الجينة كامل سلبة من ناقص ما لن نريح تزايد من عليه لأن هذه سلبة وهذه سلبة يعني العبارة دي ما تنعدمش حنا نهضروا على العبارة اللي تنعدم كيفاش نعينوا الإشارة بتاعها صاحة واحد أخر يقول يا أستاذ لكم جاتنا هاكذا هل المؤمن حندى الذي يقبل نقطة 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 ما يقبلش علىه مشتقة الثانية ما تنعدمش أما هنا تنعدم شوفوا الأفكار كيفاش يجووا لدي عندنا كذلك هذا فيما يخص هذا المثال لو نجول هذا المثال كيف كيف هذا المثال تعواش لما نتدرسه مثلا كما هنا هنا خاص مثلا بنقطة العطاف هنا خاص بالمشتقة وهنا خاص نبوش بالوضعية وضعية منحنة ومستقيم مقارب وفوقي أو مائل وحتى الممس وحتى منحنة مقارب آخر دايما نتدرسه إشارة الفرق A-X-Y طاحتنا A-X-Y هاو الجدول التاعي شوفوا وجمع A-X-Y كما هذا العبارة طاحتنا مثلا معرفة على R من ناقص ما لا نهاية الزيد ما لا نهاية لو نشوف ليها شوفوا معي المليح نشوف لي هذه ناقص السية ناقص X زيد واحد لو نشوف ليها أعوضوا بالصفر السية الصفر هي واحد والناقص ناقص واحد زيد واحد سماعنا ما تنعدم هذا العبارة تنعدمنا عند صفر مباشرة كيفاش نعينه الإشارة؟ بحاجة بسيطة قلنا ذا فيذا أعلى أنها تنعدم هذا فيذا وش يعطينا؟ يعطينا زيد نحطه في جهة النفس والأخر عكس ذا فيذا حطوه مننا والأخر عكس لكن العبارة تكون تنعدم ننجو هنا مثلا للوضعية الوضعية هنا وش نكتب؟ ولا دي؟ نكتب سي آف إذا سموا هذا منحنة سي آف يقعوا تحت أو أسفل المستقيم ولا الممس ولا اللي يعطوها هنا وهنا نقول سي آف يقعوا فوق إما منحنة أو مستقيم مقارب أفوقي أو مائل أو الممس أما هنا هنا يا أولادي إذا كان مقارب أفوقي أو مائل أو مع منحنة أخر نقول سي آف يقطع يقطع واش؟ يقطع هذا المستقيم أو هذا أو المنحنة المقارب أو الممس عفوا أما إذا كانت وضعية منحنة مع ممس هنا يا أولادي نقول عسوا رواحكم في ذا طلاق صبرك نقول الممس يخترق المنحنة في نقطة ماذا؟ إنعطاف دائما إذا درست وضعية منحنة مع ممس ووجد هنا تغيرت الإشارة نقول الممس يخترق المنحنة إذا قال وماذا تمثل النقطة ذات الفاصلة صفر قل هي نقطة إنعطاف والإجابة النموذج ما نقول المنحنة يخترق لا الممس يخترق لأن الإبرة تخترق الجد ما شيء الجد يخترق الإبرة بشترق بشترق الممليح يعني في واحدة النقطة يسموها نقطة إنعطاف هنا نشفنا الحالات كامل لأولادك الأسية نجو كذلك أن هذا لاحظة أمر مهم جدا رمعان من الطلبة كثيرا في دراسة الدول يصادفوا في المشتقة أو لا في هذا اللي حكينا لهم نجو كذلك أن هالجيناء عبارة لغة رثمية نفس القاعدة لكن تبعوا معي الرجمة زايد معناه من صفر الزايد ملانية لكن ترجم هذا الكلام لهذا الكلام يعني نجمع زايد دولادي هو نفسه هذا با هي لا صدت في كشك كتب ولا ما تخافوش أعطونا المشتقة التي تعنا هي F فتح لـ X تساوينا آلان X لو نحلوا هذا المعادة نحلوا نحوسوا هذي وين تلعدم بين وين تلعدم تلعدم من نغال الولاد حتى ولو ندروا هكا تساوينا صفر ونقولوا آلان X يساوينا صفر دخلوا الأسية من الأسية صباح لي من الأسية ومن الأسية ها للتخلص من اللغارة ما هيك تعرفون دخلوا الأسية الأسية مع اللغارة ما تروح تقول لي X يساوينا أسية صفر معروفة أن أسية صفر يا أولادي هو هي واحد يعني يصبح لي ما معنى معنى المشتقة التاعي هذه تنعدم عند الواحد وعوضوا تشوفوا آلان واحد معروف أن آلان واحد يساوي يساوينا صفر هذي تعرفوها كامل صحة كيفش نعين عبارات إذا نعين هذه نعين من نقول عن صفر كيف نعين نعين بطريقة بسيطة شوفوا أولادي شوفوا معايا برك X و A فتحة ل X الصفر قيمة ممنوعا عن من تنعدم القيناها تنعدم أنه عن من عند الواحد شوفوا أجمع خلي الكلام ما قل في الأسية قلت لكم الضربو هذا في ذا وفي الغاري ثمية الضربو اللي يكون قبل الآلان في اللي عند الآلان الداخل هذا موجب وذا موجب الموجب في الموجب واش يعطينا يعطينا موجب نفس عكس هذا هذا في ذا صاح أولاد يركزوا معي بالأقل معناها الدلة صبح من ناقصة تماما ومن زيدة تماما خلاص لو يجيد يعطي المثال ضق عهو زيد هنا الولاد ناقص ومجموعة التعريف لا تريد هاش هنا كيف كيف هذي لو تشوف ويت نعدم الناث عند الواحد عوضوا ألن واحد واصفه لكن الإشارة هذا ناقص من نفس ومن عكس الضغر صبح الدلة من متناقصة ومن زيدة لاحظتم هذا مكان الولاد نجو ذرك للحالة هذه أعطونا واش أعطونا أعطونا D F يساوي R نجمة ناقص ما معنى R نجمة ناقص يعني من ناقص مال نيايا الصفر مفتوح هنحك ذرك على هذا المثال هذا حيث أعطونا F فتحة ل X تساوي لنا A 2 ناقص X نفس السيناريو لو نشوف مليح نديرها كعبارة A 2 ناقص X يساوي 0 ندخل الأسية من الأسية ها الأسية تقول لكم هاك الأسية مع الأل يروحوا لنا X يساوي أسية صفر أسية صفر شعال يا الأولاد شعال أسية صفر هي 1 هاي نضرب منا في ناقص ومنا في ناقص صفح لنا X يساوي ناقص 1 عن من يعني تنعدم هذا العبارة تنعدم عن ناقص 1 ناقص 1 يعطينا 1 و ألن 1 شعال صفر شعال صفر يعني صفح لنا شوف معايا المشتقد يتبدل قعد الطابلو شو الطابلو كف يصبح هاكذا مع الولاد X من ناقص ما لا نهاية إلى صفر وهنا F فتح لي X عن من تنعدم هذا المشتقد شوف عن من تنعدم تنعدم عند ناقص 1 هاي لكم كيف نعيد الإشارة هذا في هذا زايد في ناقص يعطينا ناقص من نفس ومن عكس صفح دلت تعيي منها من زايدة ومن ثنان متزايدة على المجال من ناقص من النهاية من ناقص واحد مغلق ومن ناقص من ناقص واحد مغلق إلى صفر مفتوح لأن الدلة ما هيش معرفة برافو نجو كذلك ولدي إلى المثال هذا خلاص نجو ذرك للمثال هذا هذا المثال نفس السيناريوم جمعة التعريف قاعدت كما راهي من ناقص من النهاية الصفر نجو ذرك نزيدوله هذا نزيدوله ناقص كذلك هذا القيمة لو تعاوضوا تبقى تنعدم غيرا ناقص واحد لأن ناقص واحد ونناقص تولينا واحد آلا واحد شعال هو صفر نديرو حرب الإشارات هذا في ذو وش يعطينا عطينا زايد تولي من نفس ومن ناقص شتو كيفاش بس كو كين فرق بين ذي الكتبة وذي الكتبة خلاص من نامة ناقصة من نامة زايدة نجو ذرك الأولاد للمثال هذا آه المثال هذا رأي يختلف عن الباقية وعلى أن مجموعة التعريف هي R نجمة R نجمة معناه معناه ما يدخلش غير صفر فقط صاح أولادي مثلا طاح التنع الوضعية التعيولة المشتقة ما يهمش F لX ناقص Y خرج التنع مثلا هي آلان X مربع آلان X مربع كيفاش لو كان نديروها لاحظوا معي لو كان دلها الإشارات لو كان دلها تساوي صفر دلها تساوي صفر آلان X مربع تساوي صفر ندخل الأسية منه والأسية منها الآلان مع الأسية يروح بخاصية تزايد صباح أنا واش صباح أنا X مربع يساوي ناقصية صفر ليه شعال أسية صفر هي واحد ومنه لو نجي نجذر هنا دائما نعرف باللي جذر X مربع يلولد دائما يخرج بالقيمة المطلقة لX شو عليها مليحة هذا الخاصية يعني يخرج أن القيمة المطلقة لX تساوي جذر واحد جذر واحد شعال هو واحد عندنا وحدة الخاصية في القيمة المطلقة قد قول أنا حطيتها لكم القيمة المطلقة لX تساوي واحد فإن X إما يساوي واحد الإشارة هاي كيفش نعينوها مع الوناد شوفوا لدي الأمر مكشح جوع إلي حبي التقرأ X و F لX ناقص Y ناقص ما لا نهاية زيد ما لا نهاية قال مجموعة التعريف شوفوا R نجمة يعني الصفر ما يدخلش هاهو لي هاه عن ما تعذم العبارة إما الواحد إما الناقص واحد هاهو هنا واحد وهاهو ناقص واحد وعوضوا صحيح ناقص واحد مربع هو واحد مربع اللي هو الواحد آلن واحد شهال صفر صحيح لو نبدو العبارة واحدة أخرى نبدو الواحد آلن واحد هو صفر سمّ ذا العبارة نعدم عن الزجقية كيفش نعينو الإشارة خير الكلام ما قلّه ودن كيف ما درنا هذا في هذا هذا في ذو شعطينا عطينا زايد لكن عبارة هي وش من درجة ثانية يعني عندها جذرين نقوله نفس خارج مجل جذرين نفس وداخل عكس خير الكلام يا أستاذ صحة ولو كان كانت هنا عندك ناقص هنا لداخل ناقص هنا يبرا ناقص كيف تصبح أستاذ لو كان جاتكم يا لولاد خرجتنا هاكذا ناقص آلان إكس مربع تبقى مجموعة تعريف تعكس هيها وتبقى القيم اللي يعد مصحاح هاكذا أولادي هذا في ذو يعطينا ناقص خارج مجل جذرين ناقص وداخل موجب يعني عربط عدابرها كأنما عبارة من درجة ثانية برا نفس وداخل هاكس لا أستاذ صح ولكم كانت ناقص هنا لداخل هنا لا كم كانت ناقص الداخل أصلا العبارة كماش معرفها قاع متكشمنها في الرياضية لأن الآلان دايما شيء اللي موجود فيه موجب مش تكون على دير ربما الإنسان يطرح السؤال وكان جات ناقص هنا ما تكزيستش لأن إكس مربع بس حكيمة هنا إكزيست تعليه لأن إكس برك سهل إكس مربع دايما موجب نضربه في الناقص يلي دايما سالب كيلي دايما سالب باللغة ما تقبلش قاعد القيمة مكشمنها الآن لو جاتنا كما هكا واش نقول إلا كانت الوضعية نقول هنا يقع فوق وهنا تحت وهنا يقطع هنا تحت وهنا يقع فوق وهنا يقطع كما يقتقد رجينا هذا الأمر وين يجينا يجينا في المشتقات الثانية مثلا في المشتقات الثانية يسمعوا ما يمليح يعني يشرحوا كلش المشتقات التاعي الثانية خرجتنا هكذا فتحتين لإكس تساوينا آلان إكس مربع احنا بين مثلا يطرح للسؤال كما نطرح في باكتا 2021 بين أن سي أف يقبلون نقطتين إنعطاف زوج قط معناها المشتقات الثانية تنعدم وتغير إشاراتها وتنعدم عند زوج قيم خرجتنا مثلا كما هكا هايونا مثلا هذه هي نفس هذه هذي هي هذي هي هنا معنا في ذلك المكان برك نكتب فتحتين لإيكس أنا نضح لكم يعني ناجتنا المشتقات الثانية هكا كيفش نعين الإشارة هذا العبارة خرجت تنعدم عند من عند الناقص واحد والواحد بما أن المشتقات كيفش عينناها قلنا ذان في ذان نحطه في نفس والداخل هكس المشتقات الثانية إن عدمت وغيرت الإشارة فإن C F يقبل نقطة T إن عطاف النقطة لولاذات الفاصلة ناقص واحد والترتيب يعني نسمينا النقطة A هي ناقص واحد F لناقص واحد الدل يكون عطيها مقبل ولا هي A هي A B عفوا B هي الواحد A ف لواحد لما أن المشتقات الثانية إن عدمت شعر مرة مرتين وغيرت الإشارة مرتين فإنها تقبل نقطة سي أفتح يقبل نقطتين ما نقول شدال لا تقبل لأن هذه كلمة خاطئة نقول منحن يقبل صح روح كذلك أولادي للحالة الأخرى هل تجينا مثلا كما هذه هنا خلاص قضية وضعية هنا كذلك مثلا تجينا وضعية وهي F ل X ناقص Y خرجتنا ناقص 4 زائد آلان القيمة المطلقة ل X حيث مجموعة الترفة هنا R يعني معدل صفر نفس السيناريو جمع نحل كمعدلة صفرية صباح ل ناقص 4 زائد آلان القيمة المطلقة ل X تساوي 0 ناقص 4 آلان القيمة المطلقة ل X تساوي 4 شوفوا ما يملي 4 دخل الأسية مننا والأسية للتخلص صباح ناقص مننا أسية ومننا الأسية هكذا تروح هذه مع هذه من الخاصية تصباح للقيمة المطلقة ل X تساوي أن أسية هو 4 نعود رجع للخاصية القيمة المطلقة تساوي قيمة مجبفة أن تساوي هذا العدد أو العكس التاوي تساوي أو يعني إما X يساوي أن أسية 4 ولا X يساوي أن ناقص أسية 4 صاحة بعد هالروح ندر الجذول التاعنا ها 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 الجذول التاعنا X و F ل X ناقص Y مع مجموعة التعريف ما ننساش هي 0 هاي لها عن من خرج تنعدم هذا العبارة تنعدم أن أسية 4 و ناقص أسية 4 ناقص أسية 4 و أسية 4 ها كذا نغالولت هنا ناقص ما لنهية وهنا زي ما لنهية كيما كيما عيننا لهذه عندها جذرين ها لثان كيف كيف عندها جذرين ها مين نقول كيف هذا ماشي هذا هذا في هذا هذا فيذا وش يعطينا موجب هذا فيذا يعطينا موجب سما نفس والداخل عكس وش للوضعية سي أف ولا سي أف يقع هنا تحت أفون أفون يقع فوق وهنا يلي كان مع مستقيم أو منحن يقطع هنا تحت هنا تحت هنا يقطع وهنا فوق أما إلي كان منحن مع ممس نقول هنا الممس يخترق وهنا الممس يخترق بس كونين بحثكم بين الممس والمستقيم مش كيف في الكلم هذا يختلف صح حولتي هذه إذا كان نحن في المشاكل الآن رح نشوف هذا المشكل آخر هذا شوية ضنجي هذا المثال شوية أو جاء في الباكة 2017 ترامير جاء ما فقوش كيف يحسب لاحظوا معي مع مجموعة التاري ممس وممس النقص نحن نحن ممس صح حولتي طاعت أنه مثلا وضعية منحنة منحنة مع مستاقيم قال له عين وضعية منحنة مع المستاقيم دالطا وأعطاكم معدلة المهم فخ أخرش لكم العبارة هذه هذه خلق كيف نعين العبارة هنا نوسي أجماع السروح كم فيها شوية هذا العبارة هنا هي الأفضل أن تخدم بالمتبينات ودخلوا يقولوا لا أستاذ صحة هاو حل كما كنا سعى نخدم تخرج لاحظوا معي مثلا كون دير بصحة ركزوا لو نروح نحل هذه وندير إذا كان بصحة نقول هكذا ف لإكس ناقص إقلاق قلنا يساوينا آلان إكس زايد واحد على إكس ناقص واحد نقول إذا كان مدها شرط إذا كان هذا العبارة تساوينا صفر آلان إكس زايد واحد على إكس ناقص واحد يساوي صفر أنا فرضتها لك كانت تساوي صفر لاحظوا معي كيف نعينوا العيبات ندخل الأسية منها والأسية منها كيف ندخلوا الأسية منها هكا ومنها هكا قلنا الأسية معلو غاية خلاص أصبح لي إكس زايد واحد على إكس ناقص واحد يساوينا أسية صفر أسية صفر هدرنا عليها اللي هي واحد الرجحة معادلة صفرية معناها تصبح لي هك يعني هذا رجعنا من نوحد المقام وركزوا معينة نوحد المقام لما نوحد المقام سبح لي إكس زايد واحد وذا في ذا يعطي لي ناقص إكس وذا في ذا يعطي لي زايد واحد على إكس ناقص واحد يساوي السفر هذا يروح هذا يروح تبقى لي واحد زايد واحد يعني بالحساب تعطينا اثنين وهل هذا يمكن أن يكون يساوي السفر ينعد مكسر إذن عدم البسط والبسط مستحيل شوفوا وين طحنا طحنا في تناقض يعني هذا مستحيل لنعدم لأنه في المقام المقام مستحيل لنعدم الجمعة التالية ما تقبلش عليه والبسط رهم وجب أسكو يساوي هذا مستحيل هذا قلنا كيفاش نقول عليه أنه مستحيل شوفوا معي يمليه لأن نقول هنا مستحيل لأن ركزوا بالتعلم لأن اثناني موجب والمقام اكس ناقص واحد كذلك ره موجب علاها أستاذ موجب الصحوين على باك بيلي موجب أروح من دير وجد والإشارة نتاع المقام نتاعي نحتاج المقامة لأن نحن طحنا إشارة الكسر من إشارته البسط في إشارة المقام ها الثنين موجب ما يدير والو اكس ناقص واحد ها هو نعدمنا عند الواحد منا موجب ومنا سالم سما هنا كيفاش نقوله منا ركزوا منا ورجع موجب منا سالب هنا كيفاش ندير الأولاد تبعوا معي الله يفتع عليكم نقطة نقطة إذن لاحظوا هنا أولادي هنحن كينجونا خدموا مثلا هذا الخدمة في ذا النوع رح ينسيبوا مشكلة كبيرة هنان وصيكم أجمعات تقدروا تستعاملوا اسمعوا ما يمليه تقدروا تستعاملوا حاجة يسموها المتراجحة ركزوا كيفاش ركزوا بنور الولادي في ذا الحالة كيفاش كينسيبوا أمثلة من هذا النوع نسيبوا فيه مشاكل شوفوا نقول نقول إذا كان إذا كان ماذا هذه تعاف لإكس ناقص إجراج أكبر من الصفر أيواش أي سي آف يقع فوق مثلا دالتا لسمنا هذه المعادلة تعالدالتا ركزوا معي الفكرة كنت تعلموها في الأخير هذه معناها تصبح لي آلان إكس زايد واحد على إكس ناقص واحد موجب هاو الفرق موجب ندخل الأسية مننا والأسية مننا ودخلوا شوفوا ش رح يسرى ندخل الأسية مننا والأسية مننا صبح لي هاكذا وهاكذا باش تعلموها هذا مع هذا يروح صبح لي إكس زايد واحد على إكس ناقص واحد أسية صفرة تفهمنا عليها هي واحد شوفوا معي ركزوا هذا الرجعه من ناكي مقبيلة صبح لي x زايد 1 على x ناقص 1 ناقص 1 أكبر من الصفر احنا راح نخدمه بالحالة العكسية شوفوا الشي راح يسرعنا نوحده المقام صبح لي x زايد 1 ذا فيذا يعطيني ناقص x وذا فيذا يعطيني زايد 1 على x ناقص 1 أكبر من الصفر ما زلنا حكذاك احنا فرضناها بيت أكبر من الصفر لو نفرضه أقل من الصفر ثاني تبقى نخدمه نفسها هذا مع هذا راح الواحد والواحد تعطينا ثنين اشارته كيفاش دايرة ثنين كديرة اشارته موجب سما ما يأثرش سما اشارته كسرين السما من اشارات البسطي في اشارة المقام البسط موجب ما يأثرش خلاص المقام هو المسؤول معناه تسبح لي فإن x ناقص 1 هو اللي موجب لأن هذا شوفوا ركزوا ركزوا بيكون هذا موجب لازم يكون ذا موجب وذا موجب هذا من طبع التعورة موجب خلاص السما لشكل اللي راح يبقى هذا ثان لازم يكون موجب لو كان كان هذا ولادي سالب الشرط بها تبقى ذا القيمة موجبه لازم ذا سالب وذا سالب بيعطوا قيمة موجبه لكن بما أن هذا موجب لازم ذا كيفاش يكون الولاد بها تصبح قاع القيمة ذا موجبه لازم يكون ثان موجب هذي شروط آه هذا خلاص موجب أوتوماتيك وهذا لازم يكون موجب رجعوا ذا منا صبح لي اكس أكبر من واحد شوفوا وين وصلنا يكون سي اف يقع فوق دالتا إذا كان اكس أكبر من الواحد إذا كان اكس كبير على واحد سي اف يقع فوق دالتا سما شوفوا معايا كان دير جدوا الإشارة وركزوا والولاد قلتكم هذي رايضون جيجات مرة في الباكرة هم تلاميذ كاملت خلطت الهم لاحظوا معايا ياولادي هاكذا وهاكذا اكس وهنا يا ماذا اف اف لأكس ناقص ايجرك ناقص ما لا نهاية مجموعة التعريف رايقول ناقص واحد وواحد هاي ناقص واحد وهاي واحد وهذه يا الولاد كامل تشطبوها لأن الدالة سمعوا الدالة ما هيش معرفة بين الناقص واحد والواحد سمعوا خلوها فارغة هاكذا شوفوا اش قال قال باللي الفرق هذا بلوس هو رايقول بلوس هاي كلمة اكبر تمام معناها بلوس إلا كان اكس كبير على واحد اكس كبير على واحد نحتاجوا للإشارة ماذا نحتاجوا موجب سمعوا لك كان مننا موجب وشي يصبح مننا سالب هاي تعينت الإشارة نعاود درنا هذه ولازم تديروا ذا الشرط إذا كان نمشي 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 نرجع للأمر العكسي هاذا القيمة بلوس إلا كان اكس كبير على واحد نروح ندير جدول التاعي هكذا فوق الواحد نمد إشارة زيد وتحت الواحد للمد إشارة ناقص السمع وشي يصبح لنا يصبح لنا هنا الوضعية هذي دايما تبقى قيمة ممنوعة مجال ممنوع نشغل قيمة مجال ممنوع منطقة محرمة كامل ناقل هنا CF يقع تحت أو تحت أو أسفل دالتا وهنا CF يقع فوق دالتا آي خرجت شوفوا الولاد أما تعكيمة تجربناها قبيلة وصبنا 2 على X ناقص 2 ناقص وعفوا واحد يسوي صفر أولا هذه ما تناقضها فإن هذا القيمة كيف تكون هذا موجب وهذا ندير جدول الإشارة تاعه ها هي ممنوع جدول الإشارة تاعه ها هي ممنوع هذا هو المسؤول هذا ممنوع نعدم نعدم عند الواحد فوق الواحد نفس وتحت الواحد عكس لكن نزيد هاي لكم فوق الواحد موجب ومن ناقع سالب ما احترم جمعة التعريف التعي منصف من الواحد من ناقص واحد قيمة منطقة محرمة خلاص تخرج كيف كيف لكن هذه هي الأفضل في ذا الحالة ها كان حبول لدي وابنتي لازم يركزوا في هذا الحالة الأخيرة لأن شوية ضنج تحت ثلاث مرات في الباك آخرون تحت في الباك تحت دو ميل من هذ الوضعيات خاصة الأخيرة أما هذا لولا رحم بييني قدرنا نخدمونهم طابلو أما الأخرين خدموا وتبين في الأخير ولادي وابنتي أحبكم تعودوا الفيديو عدة مرات تمكنوا أن يجي بزاف الباك وما تنسون لاش دعونا ربي شافينا من عيني إن شاء الله ويرحم الوالدة رحمة الله عليها مع تحت أستاذ نوردين تحية السلام عليكم